اكيد في مرة مسحت باسورد شبكة واي فاي كان فيه شخص مثلا مدخل لك باسورد شبكة واي فاي بتاعته وانت مسحت الباسورد بالغلط وعاوز ترجع ده او مسحت اي حاجة من سجل المكالمات وعاوز ترجعها مسحت اسم من الاسماء اللي موجودة عندك وعاوز ترجعه مسحت رسال اسم اس كارت مبعوتها لك وعاوز ترجعها والرسال دي مهمة زيت كمان تطبقات كنت انت مثبتها وعاوز ترجعها تمتخيل حجم الحاجات الانت قدرت ترجعها. زي مسلا المنبهات اللي انت كنت زابطها. والمنبهات ديت انت مساحتها بالغلط. ما عاوز ترجعها كمان. يعني كل حاجة حرفيا تقدر ترجعها. الضبط بتاع التليفون نفسه تقدر ترجعه تاني. لو انت غارت اي حاجة في شكل التليفون. وعاوز ترجعه لاصله. تقدر ترجعها. وكل ده بدون اي تطبقات. يعني مش هتحمل على التليفون بتاعك اي تطبقات نهائي. كل اللي انت هتحتاجه حاجة في الاعدادات. من خلال الحاجة ديت هتبدأ ترجع كل حاجة ما قلت لك على ديت. وتقدر كمان ترجع المستندات والموسيقى. لو انت مساحت اي حاجة من الموسيقى اللي موجودة عندك. تقدر ترجعها. يعني حرفيا طريقة جمدة جدا. وبتشتغل على كل التليفونات. اي تليفون هيشتغل معايا نفس الطريقة ديت. هتطبق معايا دلوقتي الشرح واحدة واحدة. اكيد طبعا ما تنساش اللايك والشير وكوبات الاوة بتاعتك وتابع معايا. والحاجة هتبدأ تعملها هتبدأ تدخل على الضبطة والاعدادات. وبعد كهتبدأ تنزل لتحت والدار على حاجة اسمها الحسابات والنسخ الاحتياطي. هتلاقيها عندك هنا زي ما انت ما شايف. لما الاتاش هتلاقي عندك علامة البحث فوق هتدوس عليها. وبعد كهتبدأ تكتب الحسابات والنسخ الاحتياطي. وبعد كهتبدأ تدوس عليها كده. بعد كهتلاقي عندك اسمها استعادة البيانات هتدوس على استعادة البيانات. هنا هتلاقي عندك التليفون بتاعك هتبدأ تدوس علي كده زي ما انتم ما شايفين بدأ يفتح للقائمة ديت هيبدأ يقول لك اختار البيانات المراد استعادتها هتلاع عندك هنا زي ما انتم ما شايفين سجل المكالمات الرسائل جهة الاتصال الساعة اللي هو المنبه يعني بتاعك بعد كده عندك الضبط وعندك الشاشة الرئيسية والتطبيقات اللي انت مسحتها وعندك كمان المستندات والموسيقى عرفيا المكان ده موجود فيه كل حاجة انت مسحتها دلوقتي زي ما انتم ما شايفين هتلاع عندك سجل المكالمات زي ما انت ما شايف موجود الفين وخمسمية من العناصر يعني الفين وخمسمية من العناصر المحزوفة وعندك فلاسات زي ما انت ما شايف اكتر من تمن تلاف رسالة وهكذا بقى في كل حاجة لو انت بقى عاو استرجع اي حاجة بتحددها لو انت عاوز ترجعهم كلهم تقدر تحددهم كلهم وبعد كده تبدأ تدوس على استعادة ولكن طبعا يبقى الحجم بتاعهم كبير هتبدأ بقى تطلع لفوق وبعد كده تم تحديد تسعة عناصر زي ما انتم شايفين هيرجع لي حوالي ستة جيجا وشوية انا هلغي التحديد كده بعد كده هتلاقي عندك هنا الضبط تبدأ تدوس على الضبط. الضبط ده بقى موجود في ايه زي ما انتم شايفين ضبط الواي فاي واجهزة البلوتوس المقترنة ولوحات مفاتيح سامسونج واعدادات الجهاز ونغمات الرنين اي حاجة موجودة في الاعدادات بيبدأ يرجعها لك زي ما كانت موجودة بالضبط. دلوقتي انت بتحدد على الحاجة اللي انت عاوزها. سيجل المكالمات مسلا. وبعد كده تلاقي عندك تحت كلمة استعادة هتبدأ تدوس عليها. وتصبر بقى قليل معي ما يبدأ يجيب لك مئة في المية. او ما بيجيب لك مئة في المية. يبقى كده رجعلك كل البيانات. بيقعد حوالي عشر دقائقه عمي ما يبدأ يرجع لك كل البيانات اللي انت طبعا حددتها. والحسب طبعا حجم البيانات اللي انت مسيحها. زي ما انتم ما شايفين كده خلص 했는데 تمت استعادة البيانات وبعد كده تبدأ تدوس على تم لو انت الوقت تلعت ودخلت على سجل المكالمات هتلاقي كل سجل المكالمات اللي هو الفين وخمسمية دول كلهم رجع تاني على التلفون بتاعك وهكذا بقى طبعا في كل حاجة تبدأ تطبقها لو انت عوز ترجع كل حاجة تقدر ترجعهم زي ما قلت لك على حصل البيانات اللي انت مسيحها هنا بصوردات الواي فاي لو انت مسح اي بصورد شبكة واي فاي تقدر ترجعه من خلال الضبط ولكن هيرجع معها بقى حاجات تانية زي الاجهزة اللي هي بتاعت البلوتوس لو انت كنت مقترن باي حد هيبدأ يرجع لك الاجهزة ديت وهيبدأ يعدل لك كل الاعدادات طبعا على حسب الاعدادات القديمة لو انت كنت معدل اي حاجة في الاعدادات بيعدلها لك على اساس النسخة اللي انت كنت سايبها وكده كنت قد حلقتنا النهاردة دمتم في امان الله